موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحييكم وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا حدود من إحدى المناطق المحررة في شمال سوريا حيث ألقت الانتصارات العسكرية الأخيرة التي حققها جيش الفتح بظلالها على الساحة السورية وعلى خارجها وتعتبر جمهة النصرة إحدى الركائز الأساسية لجيش الفتح غير أنها تصنف دون غيرها من الولايات المتحدة الأمريكية على أنها جماعة إرهابية وفي الوقت الذي يستهدف فيه النظام السوري مقرات الجبهة ورجالها تستهدف الطائرات الأمريكية وطائرات التحالف والتحالف الأمريكي نفس الأهداف حيث تتعرض مقرات النصرة وقياداتها لتلك الصواريخ بعدما وضعت الولايات المتحدة الأمريكية جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية في سلة واحدة رغم الخلاف الشديد بينهما فكريا وعقائديا وحتى عسكريا أسست جبهة النصرة في شهر يناير عام 2012 بعدما عاد أبو محمد الجولاني من العراق التي ذهب إليها في منتصف مارس من العام 2003 لمقاتلة القوات الأمريكية التي قامت باحتلالها آنذاك عاد الجولاني إلى سوريا وأصدر البيان الأول فيها في الرابع والعشرين من يناير الذي حدد من خلاله الهدف من وراء إنشائها وقال في هذا البيان إنها تسعى لإعادة سلطان الله إلى أرضه وأن تثأر للعرض المنتهك والدم النازف وقد تميدت الجبهة بعملياتها القوية والجريئة في بدايتها ضد النظام السوري ومراكزه الأمنية في العاصمة السورية دمشق وحينما أعلن أبو بكر البغدادي أمير الدولة الإسلامية في العراق والشام اندماج جبهة النصرة مع تنظيم الدولة أعلنت جبهة النصرة تجديد بيعتها إلى الدكتور أيمن الظواهري في شهر إبريل من العام 2013 رافضة ما أعلنه البغدادي ودخلت الجبهة في قتال مع تنظيم الدولة استولى خلاله التنظيم على كثير من المناطق التي كانت تخضع لجبهة النصرة بما فيها المناطق السورية الغنية بالنفط في حلقة اليوم نسعى لفهم أهداف واستراتيجية جبهة النصرة وحقيقة ما ترمي إليه باعتبارها الآن إحدى القوى العسكرية الرئيسية العاملة على الساحة السورية والتي تهدف إلى إسقاط النظام وحوارنا هو مع مؤسس الجبهة أبو محمد الجولاني أبو محمد مرحبا بك أشكرك على أن منحت شبكة الجزيرة وبرنامج بلا حدود هذا الحوار لدي عشرات الأسئلة التي ربما أنوب فيها عن عشرات الصحفيين من كل أنحاء العالم الذين تقدموا بطلبات إليكم وآثرتمون على الآخرين أود أن أبدأ من الانتصارات الأخيرة التي حققتها أو التي حققها الجيش الفتح التي تعتبر جبهة النصرة إحدى ركائزه تحرير إدلب ومعسكر المسطومة ومؤخرا المشفى الوطني في قسر الشعور ما هي الأهمية الاستراتيجية والعسكرية لهذه الانتصارات؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والآله والصحب والله بداية تعتبر هذه المناطق التي تحرّت مؤخرا هو خطوط دفاعية أولى لمناطق الساحل فالأستراد الواصل بين اللاذقية وإدلب هذا كان كله مدعم من قبل الجيش بثكنات عسكرية كبيرة جدا كالقرميد والمسطومة ومدينة أريحة وجسر الشعور وحواجز كثير أخرى من تتبع لهذا الأمر كحنبل والقياسات وفريكا وإلى آخرهم هذه المناطق تعتبر هي خطوط دفاعية الأولى لمناطق الساحل لك هذه مناطق سنية ثم بعد ذلك تبدأ في مناطق يقطنها النصيرين العلويون فهي تعتبر خطوط دفاعية أولى لمناطق النصيرية التي يهتم بها النظام أكثر من غيرها فالمعركة كانت في مناطق السنة ولانا انتقلت إلى المناطق ذات الحاظنة الشعبية للنظام الآن أصبحتم على مسافة لا تزيد عن ثلاثين كيلو مترا من القرداحة عاصمة العلويين كما يطلق عليها عاصمة أو مدينة أل الأسد فيها قبر حافظ الأسد الأب كثير من القرى العلوية أصبحت في مرمى نيرانكم ما هي معركتكم القادمة أو ما هي رؤيتكم بالنسبة لمناطق العلويين في ظل ما يقال عن أن مجزرة تاريخية تدبرها جبهة النصرة إلى العلويين في مناطق اللطقية والساحل بداية لا شك أن النصيرية والعلويون ارتكبوا مجازر كبير جدا بحق أهل السنة فهذا النظام منذ أن حكم قبل أربعين سنة تقريبا وهي يعتمد في مادته الأولى على العنصر العلوي والنصيري فهؤلاء هم الذين ارتكبوا مجازر في حماة هؤلاء هم الذين يلقون براميل متفجرة على السكان والمسلمين في كل المناطق هؤلاء الذين هم يعذبون في السجون هؤلاء هم الذين يقتصبون النساء هم الذين يقتلون الأطفال هم الذين شردوا ملايين من البشر في أسقاع البلاد ومنهم من غرق في البحار ومنهم من يتسول ومنهم من لجأ في المخيمات في دول الجوار هؤلاء هم تسببوا في قتل ما يقارب مليون من أهل السنة في الشام فلذلك بين العلويون وبين أهل السنة أصبح هناك ثارات كبيرة جدا تركوا وخلفوا أهل السنة بجراح عظيمة جدا بالتأكيد بشار الأسد لا يقاتل بنفسه ويقاتل بهؤلاء الطيارين ومن يحالفهم طبعا هناك من أهل السنة من يحالف نظام بشار الأسد ولكن هذه هي العصبة الحاكمة هذا عصب النظام ينطلق من هذه المناطق هذه المناطق طيلة الأربع سنوات الماضية هي مناطق آمنة لم تتعرض لضربات بسبب أن خطوط التماس الأولى كانت مع النظام هي كانت في مناطق السنة الآن انتقلت المعركة إلى بداية مناطق العلويين بعض القرى لا تبعد عن نيران مدافعكم أكثر من ثلاث كيلومترا نحن أصبحنا متاخمين لهم واليوم أدرك العلويون أن هذا النظام عاجز عن حمايته وعاجز عن فهم ثبتوا عرشه واستهلكوا هذه الطائفة بشكل كبير جدا لتثبيت عرش عائلة تثبيت حكم عائلة والآن تحول الأمر إلى انقلب السحر على الساحة تحول إلى خسارة في الحقيقة المعركة في الشام لا تنتهي في القردح هي تنتهي في دمشق حسب المعركة يكون في دمشق فلذلك نحن نصب اهتمامنا في ما يساعد على إسقاط هذا النيران العلويون نعم تورطوا حربنا ليست حرب ثأرية رغم أن نحن بنسبة لنا العلويون هي طائفة خرجت عن دين الله عز وجل بكلام أهل العلم والفقهاء فهم ليسوا لا يحسبوا طائفة من أهل الإسلام بل هم خارجين عن دين الله عز وجل وعن الإسلام أما نحن لا نقاتل اليوم إلا من يرفع علينا السلاح نحن نقاتل من يقاتلنا يعني أنتم مرجعكم الفقه فيما تقومون به هو دفع الصائل وليس إقامة فتوحات لإقامة دولة نعم هذا يختلف عنها نحن لازمنا الآن في مرحلة دفع صائل فنحن نقاتل من يقاتلنا الآن سواء كان من السنة من السنة من يقاتل يعني كل الجبهات التي لا ترفع السلاح عليكم لا تقاتلوها؟ في هذا الوقت نحن لا نقاتل من لا يقاتلنا هناك قرى درزية لم تساند بشار الأسد ولم تقاتل وهي موجودة في المناطق المحررة لم تتعرض إلى الأذى هذا يعني طالما فتحت ملف القرى الدرزية أنا فوجئت وأنا أتجول في خلال الأيام الماضية في كثير من المناطق المحررة قطعت مئات الكيلومترات وجود أكثر من عشر قرى درزية فوجئت أنكم أنتم الذين تؤمنون أهلها وكذلك هناك قرى مسيحية أيضا فهذا الأمر كان مفاجأة لي بالنسبة للدروز هم محل دعوتنا ونحن أرسل إليهم كثير من الدعاة وأبلغوهم الأخطاء العقدية التي هم كانوا قد وقعوا فيها وأظهروا لنا تراجعهم عن الأخطاء العقدية التي كانوا عليها لكن لم تقتحموا قراهم لم تدميروا بيوتهم لم تستولوا على ممتلكاتهم لم تخربوا معابدهم لم تفعلوا شيء حتى الآن على الإطلاق بالنسبة للمعابد يعني إن كان هناك شيء يخرج عن الشريعة فنحن نتعامل معه وفق الشريعة يعني عندهم قبور مثلا تزار فهذا نحن نعتبره شرك الإسلام يعتبره هذا شرك بالله عز وجل فهذا جنبناهم إياه يعني قلنا أرسلنا إليهم من يصحح لهم عقائدهم من يعلمهم الأشياء التي خرجوا منها من هذا الدين فأما بالنسبة للاعتداء عليهم فهذا لم يكن أبدا وكذلك النصير العلويون اليوم بعد كل ما فعلوه من المجازر دين رحمة ونحن لا نبتغن نحن لسنا مجرمين قتلة نحن نقاتل من يقاتل نحن نقاتل نقف في وجه الظلم فإذاك حتى العلويون إن بينا لهم أسباب أخطائهم وخروجهم عن دينهم وتراجعوا عن هذا الأمر وألقوا السلاح وتبرأوا من أفعال بشار الأسد فهم إن فعلوا هذا لن يكونوا فقط في مأمن مننا بل نحن من سيتولى حمايتهم وتولى دفاعهم لأنهم بهذا سيكون عادوا إلى دينهم وتبرأوا من الطاغية بشار الأسد ويكونوا إخوة لنا وسنحميهم مما نحمي به أنفسنا يعني أنت الآن ترسل هذه الرسالة الواضحة إلى العلويين بالطبع الآن إذا العلويين يتخذون قرارا ليس على المجمل كل قرية تقول أنا بريئة من بشار الأسد كل قرية على حين نعم وتتبرأ من ما فعله بشار الأسد في أهل السنة وتمنع رجالها من الذهاب للقتال في صف بشار الأسد وتتراجع عن الأشياء العقدية التي أخرجتهم من دينهم وتعود إلى حضن الإسلام فبهذا يصبحوا إخوانا لنا نحن ندافع عنهم كما لهم وننسى كل الجراحات التي بيننا وبينهم لأن نعتبرهم أنهم كانوا في ضلال يعني ممكن أبو محمد اسمح لهنا ممكن نعتبر هذا إعلان رسمي من قبلكم إلى كل قرية علوية بأهلها برجالها بنسائها بمن فيها ممن تحت نيران أسلحتكم هذا شيء معمول به الآن نحن الآن مثلا لدينا جنود يقاتلون مع النظام طيلة أربع سنوات وبالتأكيد قتلوا من أهل السنة وقتلوا ثم بعض الأحيان حاصر منطقة معينة فيخرج هذا الجندي ويقول أنا أسلم نفسي يقول أنا أسلم نفسي الآن لا تعدمه ولا تقتله ولا شك يذهب إلى أهله آمنا مطمئنا فقط أنه يتبرأ مما كان يفعله ولو كان قاتلا منه ألف رجل طيب اسمح لي في مشهد هنا وأعود يعني قبيل سقوط قسر الشغور في أيديكم المستشفى الوطني وأنا كنت هنا وتابعت كل المعركة من بدايتها إلى حصارها قبيل سقوطها بيوم أو يومين سلم بعض الجنود أنفسهم هل هؤلاء يعني الذي سلم نفسه قبل أن نقدر عليه قبل أن نقدر عليه بعض القتال الشديد فهذا يذهب آمنا مطمئنا إلى أهله لا نمسه بسوء هل أعتبر هذه دعوة إلى كل من في من يقاتل مع جيش النظام؟ هذا معمول به ويعلمه كثير من الناس حتى جنود النظام يعلموا هذا الأمر من مطار أبوظور نحن محاصل وخرج كثير الناس هذا أشياء حدثت كثيرا هي ليست حادثة وحادثتين حتى ندلل على هذا هذا أحداث كثيرة جدا بعض الأحيان النظام يخوفهم أنه جبهة ستذبحكم أو هؤلاء المجاهدين سيذبحونكم أو جيش الفتح سيقتلكم هذا الأمر بخلاف الواقع ومنهم من أتى أهلهم واستلموهم من بين أيدينا بعد أن خرجوا وانسحبوا من الأماكن المحاصرة أو من شيء آخر فعذا نتكلم الآن على جندي يرفع سلاح في وجهنا وتبرأ من النظام وتبرأ من فعله وأتى وسلم نفسه وألقى سلاحه فذهب آمنا إلى بيدي فكيف بطوائف إذا عادت إلى دين الله عز وجل وتبرأت من قتل النظام البشر للمسلمين واليهل السنة فهم سيكونوا أخوتهم لنا نمنعهم مما نمنع به أنفسنا طبعا لا أقول هذا حتى هذا هو أصل دينا لا أقول هذا حتى نهرب من تهمة أننا نحن نضيق على الأقليات وهذا الموضوع الذي يثاب الله هذا السؤال الأساسي الآن الغرب يركز في وسائل إعلامه أنكم سوريا فيها تنوى عرقي وديني كبير أيضا نحن لا يهمون ما يقوله الغرب نحن ما يهمنا أن نطبق شريعة الله عز وجل شريعة الله عز وجل واسعة لسنا بحاجة إلى الغرب حتى يشرح لنا ما هي حقوق الإنسان وما هي حقوق الحيوان الغرب هو يحاول داما يدعب على التوازنات وعنده الشام يجب أن تحكم بأقلية لا تحكم بأكثرية حتى الأقلية لديهم القدرة للسيطرة عليها فلذلك هم حريصون على بقاء بشار الأسد لم يحرصوا على بقائه يعني إذا سدت الطرق في وجههم في نهاية المطاف سيحرصوا على بقاء النظام على أقل التقدير لذلك نحن نأبى أن نجعل الإسلام أسيرا يتوجه له هذه التهم لنحن لدينا دين الله عز وجل الحنيف نتعامل مع كل من حولنا بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولا نحيا من شيء لسأناك شيء يخلقنا فعلى سبيل المثال النصارى النصارى يعني هناك حملة دعائية كبيرة جدا على النصارى ما هو مصيرهم النصارى في أغلبهم يقفون في صف النظام في هذا الوقت فنحن الآن ذكرنا أن نقاتل من يقاتلنا لا نقاتل النصارى بشكل عام نقاتل من يقاتلنا لكن حتى وإن وصلنا إلى حكم إسلامي وردنا أن نقيم الشريعة في أرض الله عز وجل فأنا أرى أن النصارى لهم مميزات يعني من بظل الحكم الإسلامي نحن بداية يعني صلت الضوء كثيرا على قضية يعني أنا عايز أتكلم على وضع النصارى الآن وليس وضع النصارى في ظل دولة إسلامية ستعلنوها ربما فيما بعد وضع النصارى الآن نحن لا نقاتل لمن يقاتلنا فالنصارى لا يقاتلون الآن إذا أقمنا حكم إسلامي في المنطقة فسيخضعوا إلى النظام الحكم الإسلامي المتوالد لدينا فهم قضية دفع الجزية هو القادر والمتمكن على دفعها والغير قادر لا يدفعها لكن أنتم الآن لا تفرضون شيئا على النصارى الذين يجدون في المنطقة الآن لا نفرض عليهم شيئا ولم تأخذوا أحدا كما يروج الإعلام الغربي لم تأخذوا النساء سبايا ولم تأخذوا يعني لم تدخلوا في هذا الإطار نحن ليس لدينا حرب الآن مع النصارى نحن الآن لا نحمل النصارى الشام ما تفعله أمريكا ولا نحمل النصارى الشام ما يفعله الأقباط في مصر مثلا فلكل النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيط بالمدينة المنورة 12 قبيلة يهودية لم يأخذ خيبر بما فعلته بني قريضة ولم يأخذ بني قريضة بما فعله بني قينقا لكل إن فعل فعلا استحق عقابا عليه يختلف عن الآخر على قدر فعلتي على قدر يرمين هنا قرى الشعية تحت حصاركم في هذه المناطق في رف إدلب مثلا في القوعة وكفرية نعم في حلب نعم هذه كانت ثكنات عسكرية للنظام ولا زالت ويقرى محاربة لإسلام ومسلم هؤلاء يخطفون من أهل السنة من القرى المجابرة كان النظام ينطلق منهم القذائف والمدفعية إلى كل المناطق المحيطة بهم فهذه قرى محاربة بشكل كامل قرى محاربة بشكل كامل وهي محاصرة الآن وهي محاصرة بعد أن خرج النظام من إدلب هي تحت الحصار المهلة التي تعطيها للعلويين هل تعطيهم مهلة مفتوحة أو مهلة مغلقة والمعارك دائرة وفي أي لحظة ممكن أن تدخلوا إلى مناطقهم حتى أن بعض يعني حينما اقتربت من المناطق قليلا علمت أن بعض القرى العلوية التي في الأطراف في المواجهة لكم انسحبت إلى قرى أخرى أهلها خوفا منكم والله نحن في جيش الفتح النظام الذي يسير عليه هو مبدأ الشورى مبدأ الشورى أنا أتكلم عن رؤية جبهة النصر الآن ورؤية لا أعتقد أن هناك من يخالفني فيها في جيش الفتح لكن هناك مبدأ الشورى هذا الأمر لم يثار نقاشه حول مدة معينة أو غير مدة معينة لكن أنا أقول هذا في سياق تعاملنا من ما نفهمه من كتاب الله عز وجل هكذا يكون سياق التعامل مع هذه الطوائف هل جيش الفتح الذي يتكون من سبع فصائل رئيسية وسبقا حوارنا بعض المسؤولين فيه هو تحالف استراتيجي بين جبهة النصرى وتلك الفصائل أم مرحلة تكتيكية؟ جيش الفتح بداية هو جمعه كغرفة عمليات لتحرير إدلب ثم هذا الجمع كان مباركا فقرر تسميته بجيش الفتح وهو قام على الشورى يعني بغض النظر من يقود هذا الجيش هو قام على مبدأ الشورى يعني جمعه من كل الفصائل فهو ليس تحالف بين الجبهة وبين كل هذه الفصائل لا هو تحالف بين كل هذه الفصائل المجتمعة مع بعضها البعض يعني هذه الفصائل لم تكن في جهة وجبهة كانت في جهة ونحن منذ أن بدأنا العمل نحن نتشارك مع كل هذه الفصائل في العمل العسكري كيف تنظرون عقائديا إلى هذه الفصائل حلفاؤكم؟ المسلمون يختلفون شيئا هناك بعض الفصائل لديها بعض الأخطاء نتحمل هذه الأخطاء بسبب شراسة وضراوة المعركة وكيف تنظرون لعموم المسلمين في المناطق التي تخضع تعتصد رأتكم؟ طبعا نحن المسلمون مسلمون لا تكفرون المسلمين؟ لا نكفر نحن المسلمين التكفير للمسلم هذا بحاجة إلى فتوى ومن اختصاص أهل العلم ولعامة الناس أن ينقلوا فتاوى أهل العلم نحن نقول إذا قام بحادثة معينة مسلم من المسلمين قام بحادثة معينة فيأتي طالب علم أو أحد المجتهدين في طلب العلم فيعرض عليه كقاضي يفتيه أن هذا الرجل مثلا خرج من الإسلام يعني جبهة النصرة لا تقوم بتكفير مسلمين إلا بما نص عليه الشرق بما نص عليه الشرق وما يشع عنكم أنكم تكفيريون نعم هذه طبعا هي تهمة كالإرهابي التكفيري الآن هي تهمة للخصومة هذه لكل من يريد أن يشيطنوه لهم تهمة جاهزة له يحضرون له فيلقونها عليه حتى ينفروا الناس من حوله فهذا هو الأساس بعض فصائل قيش الفتح التي هي معكم في نفس التحالف الذي أنتم فيه معروفة بأنها مرتبطة بجهة خارجية وتتلقى الدعم الخارجي أنتم من أين تتلقون الدعم؟ نحن دعمنا ذاتي لا تلقى الدعم نحن مما الله عز وجل يفي علينا من الغناء التي نأخذها من النظام وهذه مناطق شاسعة وواسعة هناك كثير من محررة وكثير من الأعمال التجارية ممكن الاستفادة منها في هذه المناطق وأرض الشام أرض غنية ليست بحاجة لمن يتصدق عليها أو يساعدها في مثل هكذا أشياء الدعم كان مشروطا فهو دعم خطير جدا يتحول إلى تسييس في المستقبل فنحن يعني لله الفضل والمنى أبينا أن نجلس جلسة واحدة مع جهة استخباراتية أو منظمة أو من يمثل عنهم أو نقبل شيء من هذه المنظمة ليس لكم أي علاقة بأي جهة استخباراتية أو أي دولة خارجية أي ارتباط مع أي جهة من هذه الجهات على الأطلاق ولا تتلقون أي دعم حتى من بعض الدول الإسلامية التي تدعم بعض الفصائل لا نتلقى أي دعم من أي دولة كانت من تكون هل الإمكانات الداخلية في سوريا كفيلة أن تقوم بتمويل حرب؟ يعني أنا أريد أن أدلل على هذا في شيء هناك وهم موجود عند بعض الفصائل في قضية ارتباطها في الدعم أولا ليس هناك دعم غير مشروط معظم هذه الفصائل يشترط عليها وليس بالضرورة أن يقال لهم نحن نشترط عليكم أن تفعلوا كذا وكذا حين يأتيهم توجيه من حيث لا يعلمون على سبيل المثال ضرورة الساحة أن تثار مثلا معركة في حلب فيأتي الداعمون لهذه الفصائل يقول نحن نرى مآسي حمص وما يجري فيه في حمص فاخذوا هذا الدعم مثلا لفتح طريق إلى حمص والحقيقة يكون الساحب حاجة إلى عملية في حلب وليس حمص فهم يوجهوا الفصائل في هذا الاتجاه حتى يرتبوا مثلا شأنا سياسيا لتصالح أو شيء من ما يقوم به مبعوثين الأمم المتحدة في حلب فيصرف هذه الفصائل عن معركة أساسية وربما يكون حمص هي التي تحتاجها ساح فيصرفوهم عنها إلى حلب فإذلك هذا نوع من الضغط هو ليس شرط مباشر لكن هؤلاء الناس يعرفون كيف يتعاملوا معه المعنى ذلك أن من يدير المعارك داخل سوريا هم الداعمون في الخارج بحيث أنهم في بعض الأحيان يحولون دون إتمام بعض المعارك لو حينما يقطعون الدعم ليس إلى هذا الحد هناك أنصر غير مسيطر عليه إطلاقا كجبة نصر نحن نحدد المعركة ونجمع عليه الفصال وعندما نفتح هذه المعركة فيكون الفصائل تأتي هذه الفصائل مثلكم موجودة على الأرض السورية كيف تمكنتم أنتم من أن تجدوا التمويل الداخلي من المناطق الشاسعة المحررة بينما هم يعتمدون ما هم مثلكم يقدروا يأخذوا الدعم الداخلي المشكلة أن هذه الفصائل هي بنيت على هذا الأساس هي اعتمدت على الدعم الذي يأتيها من الخارج وهذا الدعم أنا اطلعت على بعض الأشكال هذا الدعم وجدته دعما زهيلا لا يساوي ثمن الجلوس معهم هذا الدعم يأتي في ذخيرة ويأتي في بعض الأشياء وهناك أنت رأيتم في الشاشات التلفاز وفي غيره كل هذه الفصال تمتلك دبابات مثلا وهل يأتي دعم في الدبابات؟ الدبابات أخذت في الغناء بالنسبة للأموال لا يعطونهم دعم حتى يبنوا فيه جماعي يعطونهم دعم لغزوة معينة هذه الفصائل لم تشتهد كثيرا في البحث عن هذه الموارد واعتمدت على ما يأتيها من الخارج نحن طبعا نرى خطورة على هذه الفصائل وعلى الساحة أن استمر الدعم بهذه الطريقة يجب أن يكون هناك قرار مستقل فالشيطان مسلك على ذوي الحاجات هل عرض عليكم من أي دولة أو أي تنظيم أو أي قهة استخباراتية تقديمنا؟ نحن لا نفتح المجال أصلا لهذه العروف الكل يعرف رأينا بشكل جيد أننا نحن لا نقبل الدعم ولا نقبل حتى أن يرسل لنا الرسول من قبل هذه الماس فهذا الباب بالنسبة لنا مغلق إغلاق كامل لا نفتحه نحن نحرص على أن نكون حرين القرار والإرادة وهذه الفصائل هي اعتماد ورأس مال وهو الذخيرة والمال الذي يأتي من الخارج أنا تجولت على مدى عدة أيام في إدلب وحلب والريف والمناطق مشيت مئات الكيلومترات تكلمت مع الناس وجدت أن مناطق غنية مناطق يعني فيها استغناء كامل ربما عن الخارج بس وجدت الناس في نفس الوقت لا تدفع ضرائب ولا تدفع أشياء تفرض عليها من قبلكم حتى الكهرباء ببلاش والماء ببلاش في الأماكن اللي فيها ماء وكهرباء طيب من أين أنتم تأتون بالدعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم جاء وجعل رزقي تحت ظل رمحي فنحن أموالا في موظمها من الغناء من التي نأخذها من النظام المساحة التي تسيطرون عليها شاسعة بالنسبة للذخيرة وما إلى ذلك تكفي بالفضل الله عز وجل وهناك بعض الشؤون التجارية التي نعمل بها في بعض المناطق المحررة ننمي بعض الغناء من التي نأخذها أيضا فهناك مردود جيد يعني يأتي لا بأس به يكفينا إلى حد كفاية ذاتية ونحن إلى فترة قريبة نتلقى دعم من أموال المسلمين الذي يجمع من الخارج تقبلون تبرعات من المسلمين لكن فردية وليس من الدول نعم تبرعات فردية لو قامت بعض الدول بإرسال تبرعات غير مشروطة تقبلوها لا نأخذ نحن من الدول لا تأخذون من الدول لأنه ليس هناك دعم غير مشروط ولو أعلن عن هذا فالحقيقة تخالف هذا الأمر يعني يصبح كما حال بعض الفصائل يجري ضغط عليها إن تقبلونا من قيوب المسلمين نعم نحن نأخذ معامة المسلمين وهذا ما يحلنا وهذا كافي لكم لقيت تستمر في هذه المعركة الطويلة؟ بإذن الله تعالى الخير كبير وواسع والحمد لله ربا والله عز وجل لا ينسى أحب والمسلمين يحبون جوهة النصر يحبون تنظيم القاعدة يعني يتكاتفون ما هنا في هذا الباب ونحن نأمل من جميع المسلمين أن يساندوا المجاهدين يساندوا أهل الجهاد في ساحات الجهاد ويرسلوا إلى الشهر من أموالهم هل معنى ذلك أن المناطق المحررة تمتلك اكتفاءا ذاتيا ودخلا ماليا يمكنها من خلال جبهة النصر والقوى المسلحة الأخرى أن تخوض حربا طويلة مع النظام؟ بالطبع في حال اجتمعت كل هذه الجهود وصبت فيه لأن هذه الموارد مقسمة بين هذه الفصائل وبين هذه الكتاب في حال لو اجتمعت هذه الجهود في نطاق واحد فبإذن الله تعالى هم بغنى بشكل كامل عما يأتيهم من الخارج ولو أتاهم من الخارج شيء مساعدة يعني يكون من الهامش فربما هذا لا بأس به أما أن يسلب قرار بعض هذه الفصائل أو تسلب إرادتهم أو يضغط عليهم في أن يصدروا بيانات معينة مثلا أو يقولوا كلام معين حتى يرضوا الداعمين فهذه الفصائل ستكون مسلوبة الإرادة ونحن سنمر على مراحل أصعب بكثير مما مر علينا في السابق فإن كان هذا القرار مرهون عند جهات أخرى ليس عند قيادات هذه الفصائل فهذه مشكلة ستكون على الشعب الفصائل هذه؟ الخارج لا يهتم إلا بمصالحه ولا تهزه يعني لا تهتز مشاعره عندما يجد الأطفال والنساء التي تقتل والناس الذي يشردون لا تهتز مشاعرهم فإذاك هو يهتم في مصلحته أين مصلحته؟ فيوجه هذه الفصائل حتى يكون تصب في مصلحته أنا اطلعت على تقارير كثيرة حديثة خلال الأيام الماضية أن كثير من هذه الفصائل المتحلفة معكم في جيش الفتح يضغط عليها الآن لإخراج جبهة النصر أو التخرج معها حتى يستمر الدعم الخارج لا يستطيعون جبهة النصر ليست عنصر هامشي في الساحة لله الحمد للكل يعلم أن جبهة النصر باشتراك مع كل الفصائل عندنا الخصم من حق أحد لكن جبهة النصر فضلا هي رأس حربة انظر إلى عمليات في درع انظر إلى القلمون انظر إلى حمص انظر إلى حمار انظر إلى إدلد انظر إلى حلب فكل الفصائل تعلم أن جبهة النصر ليست عنصر ثانوي في الساحة وإنما هي عنصر أساسي لا يمكن استغناء عنها وهذا يدركه كثير من الناس ولا يمكن تهميش جبهة النصر بأي حال من الأحوال نحن بفضل الله عز وجل لدينا حضور بين الناس لدينا خدمات كثيرة نقدمها الناس لدينا أعمال عسكرية لا يستغناء عنها إطلاقا ونحن لسنا بحاجة نستجري أحد حتى يقبلنا أو لا يقبلنا نحن نعمل في سبيل الله عز وجل وكثير من الفصال الصادقة حتى وأن كان بعض القيادات أصابها شيء من الوساوس فتنازلت عن بعض مبادئها فجنود كثير من هذه الفصال وقياداتهم العسكرية ملتزمونها معنا فضل الله عز وجل أمريكا الولايات المتحدة منذ العام 2012 صنفتكم كجماعة إرهابية مجلس الأمن أضفكم لقائمة العقوبات الآن الطائرات الأمريكية مع الطائرات السورية جنبا إلى جنب في سماء سوريا تقوم بقصف مقرتكم أنا قبل يومين كنت في مكان وكان هناك قصف شديد فيه وعلمت أنها مقرات الجمهة النصرة في اليوم التالي ذهبت لهذا المكان فوجدت كأن الأبنية قد تبخرت يعني مفيش أي أثر لهذه الأماكن ولا أعرف ما نوعية هذه الأسلحة التي تستخدم وجدت شظايا حوالت حملها كانت سقيلة للغاية أن جبهة النصرة لا تحارب النظام يبدو وحده ولكن هي في حرب مزدوجة مع أطرف أخرى طبعا هناك تحالف دولي كبير يعني يجري في الساحة الشامية التحالف الإيراني مع النصيرية مع حزب الله مع النظام النصيري مع بعض القوى الإقليمية هذه أيضا جهة أخرى مع التحالف الدولي مع بعض الفصائل التي تعاونت مع التحالف الدولي مع جماعة الدولة أيضا فهناك تحديات كبيرة جدا تمر على جبهة النصرة بالنسبة للتحالف الدولي هذا النفاق الغربي ومعروف أصبح مكشوف ليس هناك حاجة لشرحه أو الاستفادة في شرحه هذا دوره في كل مكان وفي كل زمان هو الذي صنع هذه الحكام وهذا أولئك الطواغيت وهو الذي يشرف على حمايتهم فالنظام الدولي يعرف تماما أن الذي يؤثر كثيرا في النظام النصيري هي جبهة النصرة ولذلك يحاول إبعافها بدعوة كاذبة أن هناك جماعة اسمه خرسان ليس هناك جماعة اسمه خرسان كل هذه مقارات هي مقارات لجبهة النصرة وكل هؤلاء الذين يقتلون هم من جبهة النصرة وم بعض المدنيين الذين يصيبونهم بهذه أنا وجدت هم قالوا في مكان في جماعة خرسان أنا ذهبت إلى هذا المكان وسألت الأهالي فعرفت أن الذين قتلوا في المكان هم من أهالي القرية ليس هناك شيء اسمه جماعة خرسان هذا سمعنا منهم فقط من الأمريكان الساحة كلها مكشوفة أمام الناس وليس هناك جماعات سرية وجماعة ظاهرة كل الجماعة الظاهرة وكل الجماعة مكشوفة هناك جبهة النصرة هناك أناس من خرسان كانوا يعملون في أفغانستان في باكستان يجاهدون هناك التحقوا في الساحة الشامية نعم موجود هؤلاء بين صفوفنا موجود منهم طبعا هم يدعون الأمريكان أن هؤلاء يحاولون ضرب أمريكا ويشكلون خطر ويهدلون من هذه الأقاويل وهذا الأمر لم يثبت الأمريكان فيه بشيء وهو غير موجود هل يمكن أن تكون الشام ساحة لنقل المعركة بين جبهة النصرة وبين الغرب بالنسبة لجبهة النصرة التوجيهات التي تأتينا من الدكتور أيمن حافظه الله هي أن جبهة النصرة مهمتها في الشام هي إسقاط النظام ورموزه وحلفائه أقصد كحزب الله وغيره فالتفاهم مع الفصال لقامة حكم إسلامي راشد ينعمون به أهل الإسلام ونحن الإرشادات التي أدتنا بعدم استخدام الشام كقاعدة انطلاق لهجمات غربية وأوروبية لكي لا نشوش على المعركة الموجودة ربما تنظيم القاعدة يفعل هذا لكن ليس من الشام ليس من الشام فهذا التوجيه الذي أتانا والأمر الذي أتانا من الدكتور أيمن يعني استراتيجيتكم حتى الآن قصرة على الشام فقط نعم الشام وحزب الله ماذا لو استمر القصف الأمريكي عليكم وعلى مقارتكم وعتيار رجالكم ربما الخيارات مفتوحة ومن حق أي إنسان يدافع عن نفسه الخيارات مفتوحة التوجيه الذي أتانا إلى هذا الآن هو بعدم استهداف الغرب وأمريكا من الشام ونحن ملتزمون في توجيه الدكتور أيمن حفظه الله لكن استمر هذا الحال على وضعه أعتقد أن هناك إفرازات ستكون يعني ليست في صالح الغرب ولا في صالح أمريكا ما قراءتكم للدور الأمريكي في معركة سوريا؟ دور مساند للنظام أمريكا تساند النظام؟ نعم أمريكا تساند النظام وتنافق في الإعلام على أنها هي ضد هذه الشعوب ضد مع الشعوب وضد هذا النظام أمريكا تساند النظام بكل أشكاله أبرز شكل من أشكال مساندة للنظام هي قصفها لجبهة النصرة التي تدافع عن المسلمين والكل يشهد لها في هذا الألبع فلماذا تقصفها؟ خاصة تنتظر عندما نشكل ضغط على النظام فتبدأ بقصفها لجبهة النصرة فأمريكا دورها مع التحالف الغربي هي دور تخدير لهذه الشعوب ولأهل الشام حتى تصل إلى حل سياسي توافق على الحل السياسي طبعا سيكون على دماء أهل السنة هب أن بشار الآن ثبت في حكمه أو أزيل بشار وثبت هذا النظام فبشار لم يكن هو يقتل بنفسه ويذبح بل كان يعطي الأوامر وهذا شكل هذا النظام لم يتغير أمريكا تريد للشام كما كان لليمن أن تذهب بوجه وتأتي بوجه آخر المهم أن يكون هناك حكومة تخضع للإرادة الأمريكية تصنيف أمريكا لكل المنظمات والدول هو تصنيف لمن يخرج عن إرادة إرادة دولية وإرادة النظام الدولي إرادة الأمريكية فلذلك الدورة مساندة بشكل كبير جدا وهي فقط مهمتها تخدير هذه الشعوب ببعض المؤتمرات وجنيف واحد وجنيف اثنين وجنيف ثلاثة ومن مبعوث عربي إلى مبعوث دولي إلى مبعوث دولي آخر لن تشاركوا ولن تقبلوا أي من هذه المؤتمرات السياسية التي يرتبها الغرب في الخارج بالنسبة للقضية السورية وحلها سياسية يعني سبق نحن وأنذكرنا في لقاء سابق أن أطفال الشام لا يقبلوا بهذا الأمر هذا الأمر متفق عليه عند جموع أهل الشام هذا الأمر لا يتكلم فيه إلا بعض السياسين المتواجدين في الخارج لذلك لا يشعرون أصلا بمآسي ما يجري في المسلمين في أهل الشام من أهل الشام هذا الأمر محسوم بالنسبة للصغير والكبير الناس أخذوا خيارهم وعرفوا أن المجاهدين بالقوة السلاح هم من سيغيروا هذا الوضع الذي هم عليه لا مؤتمرات جنيف ولا الجلسات في واشنطن ولا أمم المتحدة ولا غيرها يعني من الأشياء التي شاهدتها في قولاتي بين القرى والمدن من حلب إلى إدلب إلى غيرها أن الناس في هذه المناطق والذين يقدر عددهم بحوالي خمسة ملايين سوري يعيشون في أمان شبه تام باستثناء البراميل التي يضربها النظام وكذلك بعض القصف الذي يأتي من قوات التحالف هل هناك تنسيق بين الطائرات التي تستخدم المجال الجو السوري بالطبع هذا أمر يعني معروف عند الجميع يعني ليس هناك جو واحد لطائرتين مختلفة هذا في الطيران المدني ينسقون بين بعض فكيف في الطيران الحربي طيران مدني هناك خطوط تخرج طائرة سعودية وطائرة تركية ينسقون بين بعضهم فكيف في الطائرات الحربية هل تعتقد أن طائرة أمريكية تدخل أجواء ومقابلها طائرة تابعة للنظام السوري المقاتلة وليس هناك تنسيق بينهم كيف يجري هذا الأمر أنت تتهم أمريكا بالتنسيق بالنظام السوري في قصر لدينا وثائق على هذا الأمر هذا شيء بديهي من الوسائق التي تحتاجها وثائق مصورة في أجواء الطائرات أمريكية وطائرات سورية أنا بعض المجاهدين وبعض الصور قالوا لي هذا في أثناء جوالاتي يقولوا هذه طائرة أمريكية وبعد شوي يقولوا هذه طائرة سورية وأنا يعني تعجبت للأمر كيف يمكن لطائرتين لنظامين من المفترض أنهم يتقاتلان أو مختلفان على الأمر وفي جو معركة لو أنه كان هناك هدوء هذا جو معركة لكن أنت لديكم توثيق لهذا مصور نعم لدينا توثيق مصور إذا أحببتوني زويدكم به يريد تزودون به الدول التي تدعم النظام في سوريا وحريصة على عدم سقوط دمشق وأنت في رؤيتك الآن قلت شيئا ربما غريبا على كثير من الناس هو أن أول دولة حريصة على أن لا يسقط النظام السوري هي الولايات المتحدة الأمريكية طبعا ماذا عن الدعم المباشر والدول التي تقف إلى جوار النظام السوري وحريصة أيضا على عدم سقوطي تقصد إيراني مثلا أو حزب الله أنا عندي حزب الله وعندي أنت قلت حزب الله أنتوا دخلين معهم في المعركة إيران طيب بالنسبة لحزب الله حزب الله أدرك منذ بداية ظهور الجاهد ليس بداية الثورات فهو كان يعلم بشاعة هذا النظام ويعلم إجرامه وأنه قادر على إخماد هذه المظاهرات التي حدثت في بداية الأمر لكن عندما رأى ظهور وبروز مجاهدين ورائجي هذه فعلم أن الموضوع أخذ في طوره الجدي في ذاك الوقت فهو أدرك تماما لأن حزب الله مصيره مرتبط ارتباط وثيق ارتباط عضوي ارتباط وثيق ومباشر بمصير بشار الأسد فزوال بشار الأسد يعني هو زوال حزب الله تلقائيا وإذا زال بشار الأسد في حزب الله مجرد وقت حزب الله له خصوم كثر في لبنان و هذه الخصوم ستتقوى كثيرا و سيعلو صوتها بمجرد ذهب بشار الأسد لأن بشار الأسد هو الداعم المباشر لحزب الله و ليس العكس لا ليس العكس الآن يساعده حزب الله يساعد نظام بشار الأسد في الحالة التي وصل إليها النظام و يحاول قدر مستطع و يحاول جاهدا و يحاول عبثا أن ينقذ ما تبقى من حياة بشار الأسد لأنه يعلم انتهاء بشار الأسد فهو دخل حرب يعني رغم معرفته بالخسارة التي سيتلقاها الخسارة الكبيرة سواء على مستوى الشعبي على مستوى السياسي و حتى على مستوى العسكري دخل حرب خاسرة لكن لا بد منها هو بالنسبة له أدرك هذا جيدا منذ بداية لمر و نحن إلى لحظتنا هذه رغم المعارك التي تجري في القلمون لم نتبنى نحن كجوة نصرى أو الفصائل الموجودة في الشام نحن نقاتله لحزب الله الآن بالعدد اليسير المتواجد عندنا في القلمون لكن حسن نصر الله تحدث عن معركة القلمون أنها معركة مصرية و أن الحزب حقق فيها انتصارات سحق بها الثور السوري حزب الله يحاول أن يخيف اللبنانيين أن خطر قادم على لبنان و حقيقة الأمر الخطر قادم على حزب الله ليس على لبنان ولبنان لا علاقة له في هذا الخطر فهو يريد أن يحشد كل هذه الطاقات الموجودة في لبنان على اعتبار أن هذا الخطر على الجميع ليس عليه فحسب فلذلك المعركة بالنسبة له نعم معركة مصيرية و مهمة القلمون بالنسبة له يعني يريد أن يحمي حدوده الشرقية و يريد أن يحمي بعض البلدان وبالنسبة لكم الشيعية الحرب هناك حرب عصابات وبفضل الله عز وجل نحن لنا ثقة كبيرة جدا بالله عز وجل ثم بالأخوة المتواجدين هناك ولولا أننا منشغلون في بعض المعارك مع النظام النصيري ولولا أن جماعة الدولة تقطع الطرق بيننا وبينهم جماعة الدولة صحيحة جمتكم من الخلف في القلمون نعم هناك القتال مع النظام من جهة و محزب الله من جهة ما مصلحت جماعة الدولة في أن تهاجم يعني مقاهدين أو مقاتلين يقاتلون حزب الله و النظام يعني هناك النظام يقاتل من جهة و حزب الله من جهة و جماعة الدولة من جهة أخرى هم يرون أن هذه التقاء مصالح أو شيء من هذا القبيل فعلوا أكثر في أكثر من موقع في الحسكة في دير الزور حتى في حلب فعلوا في أكثر من موقع يستغلون هجوم النظام علينا في مكان من الأماكن ثم يهاجمون هما من أماكن أخرى و من نقاب ضعف في أماكن أخرى فهذه سياسة لعلهم يتبعون أهم ما هي الأهمية الاستراتيجية و العسكرية لمنطقة القلمون التي جعلت زعيم حزب الله حسن نصر الله يفرد لها هذه المساحة الهائلة سواء الإعلامي أو العسكري بالنسبة لحزب الله من جهته هي حدود المحاذية لبلدات شيعية هناك وهو يعتبر أن هذه حدود لبنان فيحاول تأمينها بقدر ما يستطيع وبالنسبة لنا هو محور مهم للدخول إلى دمشق من هذا المحور أحد المحاور التي تدخل إلى دمشق في حال بدأنا معركة دمشق في المستقبل وبالنسبة لنا أيضا أهلنا أهل القلمون والأخوة الذين يقاتلون هناك معظم من أهل القلمون وهذه بلداتهم ومدنهم التي أخرجوا منها في السنة الماضية ويحاولون إعادة السيطرة عليها من جديد أنا حينما سعيت لفهم مساحة المعركة على الخريطة وجدتها تسعى أكثر من سبعين كيلومتر تقريبا نعم ومنطقة قبلية معقدة نعم يعني ليست بهذه السهولة البسيطة التي يتصورها الناس لكن هل أنتم ستدخلون مع الحزب في معارك أخرى هل اكتفيتم بأنكم تراجعتم الحرب القائمة هي هذه مناطق ليست مدن يعني حتى نحن نقول خسرنا هذه وعلى هي جبال موجودة ولها غؤوس وتلال وما إلى ذلك فهذه تحدث مناورات يعني تخرج من هذه التلة ذاو إلى التلة الأخرى ثم تستردع هي بمثابة حرب عصابات ليس كما يجري الآن في إدلب وفي مناطق أخرى مثلا في درعا ومناطق أخرى هذه تحولت الآن إلى معركة جيوش أما بالنسبة للقلمون لازلنا في طور حرب العصابات يعني المعركة ستمتد في القلمون المعركة ستمتد نحن لن نتشتت في هذا الأمر نحن سنبقى نركز على دمشق وعلى إسقاط هذا النظام فإذا سقط فالأمور تلقائيا ستتحول فيما بعد وأنا يعني أؤكد أن سقوط بشار الأسد يعني ليس بالوقت الطويل جدا يعني إن شاء الله المعركة في نهايتها لا أريد أن أبث شيء كبير من التفاول لكن المعركة بوادرها جيدة جدا أصبحت وهي يعني تدخل في طور نهايتها بإذن الله تعالى وبالتالي حزب الله أنا هنا أشك باستفادة في معركة دمشق لأنها معركة مصيرية حزب الله سيكون أمره مجرد وقت بمجرد سقوط بشار الأسد سينزوي إلى الجنوب تلقائيا حتى وجوده في الضحية سيكون محل استفهام وهذا بغير تدخلنا في لبنان هذا من القوى الموجودة هناك في لبنان وأنا أدعو من هذا المنبر كل القوى والأحزاب المتواجدة في لبنان أن تدرك ما أقوله جيدا وتدفع بهذا الاتجاه يعني أنت بتطلب القوى السياسية السورية اللبنانية التي غير متحلفة مع النظام السوري أن تشارك في إسقاطه طبعا لمصلحة في إسقاط نظام الأسد لبناني يعيش في ظلم تسلط نظام بشار الأسد منذ أربعين سنة وهم يعرفون كل لبناني يعرف مدى القساوة الشديدة التي يعانيها من تسلط هذا النظام صحيح أنه انسحب في 2005 بعد أن قتل الحريري إلا أنه سلم البلاد إلى حزب الله الذي لا يقل بشاعة ولا جرما عن النظام بشار الأسد وأمده في كل شيء فهو خرج ووضع حليفه الأقوى في لبنان ولذلك حزب الله أنشأ لنفسه خصوما كثر في لبنان ومن المحال أن يستطيع حزب الله أن يحكم لبنان يعني بالشيء الذي هو يسعى إليه لبنان هو معقد جدا حسن نصر الله عدة مرات قال أن النظام في سوريا لم يسقط بسبب دعم حزب الله ووقوفه إلى جواره ولولا حزب الله لسقط الأسد من زمان يعني أقول أنه هو الدعاء أكبر من حجم الواقعي هناك ميليشيات كثيرة استقدمها النظام بشار الأسد واعتمد كثيرا على الجيش الذي كان عنده وهو ليس بهذه الهزالة البسيطة النظام بشار الأسد نحن نقاتله وهو عدو شرس ولديه إمكانيات كبيرة الحزب مساند له ليس الحزب وحده الضوء مسلط على حزب الله هناك عشرات من الكتاب العراقية التي أتت وساندت هذا النظام هناك فصائل من أفغانستان تقريبا تقدرون عدد قوات حزب الله التي تقف إلى جوار النظام بكم في الحقيقة لا نستطيع ليس لدينا معلومات ما هي أهم الجبهات التي يتواجدوا فيها هو يتواجد في شكل قوي ومباشر في القلمون وفي الأماكن الأخرى يتواجد في الغوطة الشرقية مثلا يتواجد كان في الحملة الفاشلة التي قاموا فيها على القنيترا هم والإيرانيين وهذه الأحزاب الأخرى وله قطاعات موجودة في كل مكان لكن أغلبها استشارية وما إلى ذلك يتواجد بالقرب من المناطق الشيعية مثل نبل والزهراء يتواجد بالقرب من المناطق الشيعية مثل الفوعة وكفرية ليس النظام بقوة النظام استطاع أن يحدث هذا الفارق أو الخمول وإنما هو بسبب الخلافات الداخلية والقتال الداخلي الذي حدث استغلوا النظام في تقدم هذا التقدم لكن معركة سوريا بالنسبة لحزب الله هي فعلا معركة مصيرية نعم هي معركة مصيرية قلنا ارتباط مصيري ارتباط وثيق حزب الله يقف إلى جوار الأسد لحماية نفسه أولا قبل أن يحمل نظام هذا من ذاك هل سقوط نظام الأسد معناه انتهاء حزب الله في لبنان طبعا حزب الله أمره هو يعلم هذا جيدا إذا كان هناك الشيخ أبو مالك حفظه الله في القلمون ومعه مجموعة من الرجال يقاتلونه وفعل كل هذه الأفعيل وأربكه كل هذا الإرباك وجعل من قضيتهم حسن نصر الله قضية مصير لبنان بأكمله فكيف لو تبنى جباة النصرة كيف لو تبنى جيش الفتح بأكمله كيف لو تبنت الفصائل العمل على حزب الله بشكله الجديد ماذا سيكون مصيره تعتقد أن المعركة مع حزب الله قادمة لا محالة بالطبع هي معركة قادمة ولو أخذ الآن القلمون أو لم يأخذه أنا ذكرت وأؤكد حتى يفهم المشاهد بشكل جيد أن مصير الحزب هو متعلق لمصير نظام بشار الأسد زوال بشار هو زوال نظام الأسد لحزب الله عندي محاور كثيرة بقية الدور الإيراني في المنطقة كلها في دعم النظام في سوريا علاقتكم مع تنظيم الدولة والمشاكل الكبرى سواء العقائدية أو العسكرية القائمة بينكم وبينه رؤيتكم لمستقبل سوريا ومستقبل النظام ومستقبل المعركة القائمة فيها اسمح لي بحلقة ثانية إن شاء الله كبتني كثيرا من الجغد والوقت وأشكرك على كل ما قمت به ألححت عليك كثيرا أن تظهر بواجهك إلى الناس ولكن لأنه لا يعرفك أحد إلى الآن فقد احترمت هذا الأمر وأشكرك عليه فقد أردت أن أوضح للناس لماذا لم تظهر بواجهك ويعرفون الكثير من الناس لكن نحن على الإعلام ليس الآن من برنامجنا أن نظهر على الإعلام إن شاء الله في حوار قادم تكون قد يعني لبيت لنا هذا الأمر شكرا لك كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم تابعونا في الأسبوع القادم لنواصل حوارنا مع زعيم جبهة النصرة ومؤسسها في سوريا أبو محمد الجولاني في الختام أقول لكم تحياتي فريق البرنامج وهذا أحمد منصور يحييكم من إحدى المناطق المحررة في شمال سوريا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة